وللتعليق على هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من نيودلهي رئيس المركز الثقافي العربي الهندي السيد عبد المبين سبحاني مرحبا بك معنا مراحب مراحب السيد عبد المبين منذ أن صدر قانون تعديل الجنسية في الهند والتظاهرات لم تتوقف إلى أي مدى سيتضرر مسلموء الهند من هذا القانون؟ نعم أخي الغالي فيما يخص موضوع قانون الجنسية أو المواطنة الجديد ننظر إلى خلفية هذا القانون لنرجع قليلا إلى عيدولوجية ومنعجية الحزب الحال المتشدد حاليا التي نقول بأنه هناك حركة اندوسية متشددة تأسسة عام الف وتسعين عربة وعشرين وهذه الحركة هي التي تحرك الحزب الحاكم الحالي المتشدد عندهم نية لتحويل مسلم الهند إلى مواطن درجة ثانية وحاولوا مرارا منذ الف وتسعمية عربة وعشرين في غاية الآن ولم ينجحوا بعد سوليهم رياسة الحكم الفين واربعتاش بدأت هذه الممارسات من جديد وهناك جاءت سلسلة من القوانين مثلاً أصاروا موضوع التلاق بالبرلمان الهندي ومن ثم أتوا بقانون جديد فيما يخص القانون الجنسية المواطنة من ثم أتوا بقانون جديد يسمى قانون تعديل قانون الجنسية أو المواطنة المشكلة الأساسية في هذه القضية بأن السكومة الهندية تتعي أنها تمنح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين من دول الجوار الذين تضرروا في دول الجوار ولكن القضية المبطنة في هذه المشكلة بأن بعد إحسائيات 1951 للشعب الهندي بعد تقسيم الهند إلى دولة باكستان والهند لم تجري هناك إحسائيات على هذا الغرار بالرغم أنها إحسائيات مستمرة للشعب الهندي كل خمس سنوات قبل الانتخابات ولكن الوقت الحاضي الحكومة العالية ترى بأنه على المواطنين الهنود بما فيهم الهندوس أن يثبتوا بأن لديهم أوراق ثبوتية تثبت على مواطنتهم وجنسيتهم بأنهم أباهم وأجدادهم قد عاشوا على عاصلهم ما الصعوبات التي تواجه المسلمين في هذه النقطة تحديدا؟ إثبات الجنسية نعم هو هذه النقطة حينما أتوا قبل أساسية قانون معدل للجنسية فقرروا بأنه يمنحون الجنسية لكل مهاجر أو لكل هندوسي سواء كانت لديه أوراق ثبوتية موجودة أم لم تكن موجودة أما بالنسبة للمسلمين استثنوا من هذا القانون معنى ذلك بأن حينما يطبق هذا القانون على عرض الواقع على مسلم الهند أن يثبتوا بأنهم من مواطن الهند الأصليين إن لم يثبتوا بالأوراق التعديدية وبالتعجد هذه الأوراق غير موجودة لأنه أوراق الإقارات للعباة والإنسات حتى لدى الحكومة ربما غير متوفرة نعم فإن لم يثبتوا المسلمين بالأوراق فلن يستحقوا الجنسية أو البقاء في الهند وإنما يتم تحويلهم إلى المتقلات التي تم بناؤها في عموم الغلايات الهندية تقصد وصلت الفكرة أشكرك جزيلا أستاذ عبد المبين سبحاني رئيس المركز الثقافي العربي الهندي كنت معنا عبر الخط الهاتفي من نيودالهي ترجمة نانسي قنقر